في مسيرات يغلب عليها الحزن يستذكر أهالي ذيقار والعراق بشكل عام الشهداء الذين سقطوا في مجزرة جسر الزيتون في الناصرية والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحة في مجزرة خلفت حزنا كبيرا إذ اتشحت شوارع المدينة بالسواد وأقيمت مجالس العزاء وأغلق جسر الزيتون لعام كامل على خلفية هذه المجزرة المتظاهرون نصبوا خيامهم على جسر الزيتون في خطوة تصعيدية لإسقاط النظام السياسي وتحرر من سطوة الأحزاب والميليشيات المسلحة المتحكمة برقاب العراقيين مطالب لم ترق للحكومة وأحزابها وميليشياتها المتشبثة بالسلطة حين تعرض المعتصمون العزل على الجسر لاقتحام عسكري من قبل قوة أمنية بإمرة الفريق جميل الشمري الذي تم تكليفه من قبل رئيس الحكومة أنذاك عادل عبد المهدي للإشراف على إنهاء تظاهرات ناصرية وعلى الرغم من الوعود الحكومية بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومئات الدعاوة القضائية التي قدمت ضد رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي وبعض القيادات العسكرية والحزبية والميليشيوية الأخرى إلا أنه لم تتم محاكمة أي منهم حتى هذه اللحظة فيما لم تقم أي من اللجان التحقيقية المشكلة بإعلان نتائجها بهذا الشأن اللجان التحقيقية لم تقم بإدانة جميل الشمري المتهم الأول بقضية مجزرة جسر الزيتون بل تمت تبرئته بحجة عدم إصداره أوامر لإطلاق النار باتجاه المتظاهرين ليضيع هذا الملف وقبله الكثير من الملفات في أدراج اللجان التحقيقية التي تشكلها الحكومة لامتصاص غضب الرأي العام دون الكشف عن نتائج لها وعلى ما يبدو فإن تقاعس حكومة الكاظمي عن التحقيق بقضية شهداء تشرين سيكمله السوداني لا سيما بعد قراره الأخير بحل لجنة التحقيق المكلفة بملاحقة قتلة المتظاهرين